هذه أحجية تركية تلخص كل سياسة أنقرة في ظل أردوغان وفريقه فالقصة الأمريكي أندرو برونسون الذي خرج قبل فترة وجيزة من السجون التركية سوقت له الدعاية في أنقرة على أنه انتصار لاستقلال القضاء في البلاد وبأن تهمة العمالة للسي آي اي الموجهة لبرونسون سقطت مع تغيير الشهود لإفاداتهم وعدم وجود أدلة إضافية دين القصة الأمريكية إلا أن ظهور الشاهد الملك قد يغير كل مجرى القضية فهو من أهل البيت ورأس الدبلوماسية الخارجية مولود شاوش أوغلو الذي قالها على الملأ من منابر الدوحة برونسون عميل للاستخبارات الأمريكية وبرر اعترافه هذا بأنه يتمثل بقيم أستاذه أردوغان بالمباشرة والوضوح بمعنى أنه لا يحب اللفة والدوران ليورط أو يفضح وزير الخارجية سياسة بلاده التي التفت وواربت وانعطفت بحدة معتمدة على فتاوى رئيس البلاد السياسية لإلباس القضايا لبوس الانتصار أو العدالة بينما يكون أردوغان قد مرر صفقات أو ردخ لضغوط يخجل من الإفصاح عنها كلام تشاوي شوغلو وفي حال كان القضاء التركي مستقلا ويبحث عن الحقيقة فعلا فإنه اعتراف صريح من شأنه وضع مسؤولين أتراك ومنهم الرئيس أمام مسؤوليات وتهم أقلها تضليل العدالة والضغط على الشهود وفي أضعف الإيمان فإن الرأي العام التركي بحاجة إلى إجابة عن السبب الذي دفع بالسلطات للإفراج عن عميل داخل البلاد في يوم وليلة بينما يقبع مئات آلاف المعتقلين من الأتراك الذين يواجهون تهما هزيلة وغير مثبتة وأقل بكثير من قضية برونسون عبد حليمي إيرامي نيوز